من واشنطن ينضم علينا خالد خيري مراسل الغد خالد إذن روسيا تحذر من أن واشنطن ستقوم بضربة عسكرية على سوريا كيف يرى المراقبون الأمريكيون هذه التصريحات الروسية؟ نعم في الواقع هناك وجهة نظر سائدة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في عدد كبير من المراكز البحثية ووسائل الإعلام بأن واشنطن تبتز روسيا في سوريا بمعنى واشنطن همها الأول هو إخراج إيران من الأراضي السورية ولذلك هي تدخل معها في معارك أخرى على سبيل المثال مثل موضوع الأسلحة الكيموائية بهدف وضع روسيا في موضوع المدافع والحلولة دون وقوع ذلك التقارير الأمنية حتى الآن لا يوجد دليل على صحتها ما ذكره جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال لقائه مع نظير الروسيا هو أن هناك معلومات للولايات المتحدة الأمريكية لا ندري من قدم هذه المعلومات لواشنطن أن المعلومات تفيد بأنها قد يستخدم النظام السوري أسلحة كيميائية ولكن الولايات المتحدة لا تقول من أين حصلت ولا هي ما هي هذه المعلومات روسيا قدمت لواشنطن أيضا معلومات عن أن منظمات إرهابية يعني خالد الحديث يتكرر في كل مرة في خان شيخون في الغوطة أيضا في أكثر من منطقة أمريكا تدعي أن هناك أدلة لا تستطيع الإفساح عنها ومن ثم تتم عملية عسكرية أمريكية تضرب الأراضي السورية السورية هل من أي مؤشرات اليوم تدل على أن هناك ضربة قادمة وهل من استراتيجية تضحت حول إدلب استراتيجية أمريكية تعلمين أن الولايات المتحدة أعلنت بشكل واضح أنها مستمرة في الأراضي السورية لحين إخراج تنظيم داعش الإرهابي وأيضا إخراج القوات الإيرانية الولايات المتحدة حتى عندما شنت ضربتين في الأراضي السورية بحجة أن هناك استخدام للأسلحة الكاملية لم تقدم الدليل وحتى هذه اللحظة لا يوجد دليل عملي يفيد أن الحكومة السورية استخدمت هذه الأسلحة وضربت الولايات المتحدة الأمريكية بناء على زعمها هذه المرة الولايات المتحدة هناك حديث على أنها مجرد تهديد لروسيا حتى تمتسر روسيا للطلبات الأمريكية في ملفات أخرى كما ذكرت لك الملف الإيراني ولكن حتى الآن يقتصر الوضع على أنه مجرد تهديد أمريكي لا يستند إلى معلومات موثقة أو تقارير حتى استخباراتية ولذلك روسيا تحذر واشنطن من الإقدام على خطوة كهذه من دون الاستناد على معلومات تؤكد أن المعلومة التي لدى واشنطن صحيحة نعم خالد أيضا هناك طرح كان يرى أنه ربما يحدث هناك تفاهمات روسية أمريكية تضمن فيه روسيا الخروج الإيراني من الأراضي السورية مقابل رفع العقوبات الأمريكية عن روسيا هل رشح إليك أي تفاصيل أو معلومات حول هذا الطرح هناك وجهتان نظر داخل الولايات المتحدة في هذا الشأن يعني الكونغرس يرفض تماما المساومة في مسألة العقوبات على روسيا ويريد استكمالها إلى مراحل بعيدة أما البيت الأبيض دونالد ترامب وجهت نظره وكما ذكرت مصادر دبلوماسية في الخارجية الأمريكية أيضا بأنه يمكن رفع العقوبات على روسيا إذا ما تعاونت مع الولايات المتحدة في ملفات أخرى تريد والولايات المتحدة بالطبع على رأسها إيران إذن رفع العقوبات ممكن ولدى الرئيس الأمريكي من الصلاحيات تمكنه من رفع هذه العقوبات إذا ما رأى أن روسيا تسير مع واشنطن في الاتجاه الذي تريده وعلى الأقل تحييب القوات الإيرانية وذكر أن هناك توافق وتنصيق أمريكي روسي في هذا الشأن ولكن تطبيق ذلك عمليا على الأرض هو الذي قد يستغرق وقتا ولذلك واشنطن تلعب على ورقة الأسلحة الكيموية وتحذر روسيا انطلاقا من رغبتها في الضغط على موسكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر